موسيقى أهلا بكم في قعدة عربي واللي هنتكلم فيها عن سماع صوت الله والسؤال هل ربنا بيتكلم وهل بيكلم ناس وناس تانية مش بيكلمهم وازاي أعرف أميز وأسمع صوت ربنا وإيه الحاجات اللي ممكن تكون معطل بالنسبالي عن سماع صوت الله كل الأسئلة دي وغيرها هنسمع أراء ضيوفنا فيها ونرجع تاني نشوف إجابات رائعة من كلمة ربنا عن سماع صوت الله يا جماعة حصل معي موقف كتير مدايقني خير يا مقيم قل له حصل معيك يا سلمة في واحد من صحابي كان في بيني وبينه موضوع وفي الدنيا مش مزبوطة للآخر فقلت أنا يا رب تساعدني باختيارها بهالقرار ساعدني بالقرار حتى أعرف شو بدي أختار ربنا حكى معي وقال لي اعمل كذا كذا فرحت لصاحبي عم بقل له انه راح نعمل هيك الله قال لي وكذا ومن يومها اتغيرت معاملته بقى بيتجنبني بالتليفون ما برد بشي غريب صدف مكان مسكته قلت له يا أخي شو صار معك أنت ليش هيك شوفي أنا دايتك من شي غلط معك قال لك يا أخي شو أنت ضايع منك رايح على الآخر شو الله بيحكي معك وك مين أنت الله يحكي معك ما أبعرف ما تضايق كتير من رد فعله وما قاله أنا فعلنا من جوا أنا حسيت أنه الله عم بيحكي معي هي في فكر كده أنه الناس كتير يحسن أنه ربنا في حتة وإحنا في حتة تاني خالص ربنا نفعش يتكلم معنا لأن إحنا أقل منه بكتير فهو إحنا لا نستحق أنه ربنا يكلمنا مع أن ربنا يتهيق لي عكس كده تماما ناس كتير على فكرة عملت معنا كده أنه يعني أكنك أنت فعلا منبوز أنت بتبقى حاس أن أنت منبوز في وسط الناس لما تيجي تتكلم أنه ربنا كلمك أو حاجة زي كده أحيانا هم بيشوفوا بيانتك نما تقول ربنا كلمني وبيشوف كأنك بيتكبر علامك كأنه هو كبرياء كأنك أنت شايف نفسك كده أنه ربنا بيكلمك وإنت حناي قوي يعني فهم بيستغربوا بيقولوا زي ربنا بيكلمك وإنت مين أصلا نما ربنا الكبير تتكلمك هم الناس بيستغربوا مع أنه كلمة الله موجودة بين إيدينا وإحنا بنقدر نقرأ فيها دائما والله بتكلم معنا من خلالها واحدة من الوسائل الله حطها بين إيدينا إنه يحكي لنا إيش هو فكره اتجاهنا يمكن أن يكون عندي حاجة معينة عندي تسعولات مش أقدر أفهمهم أحيانا وأنا بصلي بيجي بقرة كتال مقدس فكتال مقدس بيذكرني إنه مثلا قبل كذا أيام قبل كذا كان حاصل كذا 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 فأنا هنا في ضوء وأنا بقرة كتال مقدس فلقى المبدأ دي كأنه بيخبرني بيقول لي عجاكسون قبل كم فترة وكنت بتسهلنا السؤال وأنا قوابتك تلواتي فربنا بيكلمني من كتال مقدس كلامك صح شنون بدي يقنعه أنه لك لا أخي في حوار مع ربنا إحنا كناس منؤمن بيسوع المسيح ودائما في بيننا وبينه علاقة منحكي معه بيسمعنا وهو بيرشدنا شنون بدي يقنعه بها الموضوع هذه هون النقطة إنه علاقتك مع الله هي علاقة حية فيها رايح راجع علاقة بنوة فإنت بتحكي معاه وبيحكي معاك أما في ناس تاني إن شايفين أنه الله كتير بعيد وهو خلص بعد اللي هو محتاج يحكي وامشي على القوانين اللي أنا نزلتها بس إنت لما تكون علاقتك حية فيها رايح وراجع هيستخدم كل إشي خلقه الله عشان يحكي فيه معاك مثل مثل ممكن وإنت قاعد في الطبيعة يحكي معاك من خلال الطبيعة شوف كيف أنا معتني مثلا بالشجرة الفلانية شوف كيف هي كبرت أنا كمان بهتم فيك أنا ممكن يحكي معاك وإنت نايم زي ما حكيت إنه ممكن يحكي معاك في أحلامك وإنت نايم لأنه هو معاك فيه علاقة حية رايحة راجعة ربنا بيرشد من خلال الروح الكودس مش بس من خلال الكلمة مش بس من خلال الروح أو الأحلام لا ده الروح الكودس بيبقى ساكن جوايا فبعرف أسمع صوته من غير بقى يبقى فيه حاجات بيبقى محتاج فيها رد بسرعة فيه حاجات محتاج فيها قرار بسرعة فالروح الكدس لأنه ساكن جوايا بيرشدني أتصرف إزاي مش أنا بتصرف من نفسي من الحاجات المهمة جدا كمان الجسد الواحد أنك تسمع صوت ربنا من خلال الآخرين وهما بيصالوا معاك لأنه دي برضو بتفتح سكك في الروح أنه لما أنا أكون بصلي وأنت وأحنا كلنا مع بعض ربنا هيكلم كل واحد فينا ممكن لحياة التاني وممكن نتنبأ على بعض في حياتنا بكلمات وحاجات ربنا هيديها لنا على لسلنا لكل واحد فينا فطبعا دي حاجة من الطرق المهمة اللي أكيد بنسمع فيها برضو صوت ربنا عشان إناك تسمع صوت ربنا أنت محتاج في حاجات بيتعملهم فالحد اللي بيشوف البنت بيدوله صديقة جلنه مثلا هو صعب إنه حد يسمع صوت ربنا لأنه في حاجات إنا مش بنعملهم إحنا مش بنصلي إحنا مش بنجري الكلمة فبوسط الصلاة والكلمة وإنك بتخضع أمام ربنا ربنا بيكلمك هيكلمك بالطرق اللي احنا تكلمنا عنه ده لما تكون في جوة بتصلي دايما وإنت في علاقة معه هكيدا هتتقوط لصوته ففي ناس عندهم مشكلة إنه مثلا إحنا أحيانا عندنا مشكلة إنه مش قادرين ما هي الصوت ربنا لأنه إحنا مش علاقة معه لما تكون في شركة وفي علاقة مع أحد هكيدا هتتقوط تسمع صوته فهو لو كلمك النهار ده مش هتشوك بإنه تقول مثلاً ده صوت صميته في مكان تاني هتعرف بإنه ده بقى بقى هو الكلامني فده تطرق تاربنا بالرجوع لنقطتك يا سلمة الجسد فعلاً إنه ربنا ما يخلينا نكون متحدين ببعض وما يخلينا نسمع صوته مع بعض بيفرق قوي لما بسمع صوته الوحدي لأنه ربنا عايزنا نكون مع بعض وعايزنا نكون جسد بيحب حيات الشركة بالضبط بيحب حيات الشركة حتى هو قال في الكتاب كده إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط فالجسد دي أنا عايز أأكد عليها قوي لأنه أنا كنت في مجموعة ومازلت في مجموعة لحد دلوقتي المجموعة دي إحنا خمس أشخاص كنا بنتكلم مع بعض وكنا بنقعد نسمع صوت ربنا مع بعض كل واحد فينا كان بيسمع وكنا بنتفاجئ أنه ربنا بيكلمنا في نفس الحاجة بس كل واحد بقعد بتفصيلة مختلفة كل واحد بيقول حاجة وإحنا بنستفاد بسبب أنه كل واحد بيشوف أو بيسمع جملة مختلفة فلما بنحط الجمل جنب بعضها ولما بنحط الكلام جنب بعضه بنشوف الرؤية كاملة أو الإعلان كامل فأنا عايز أكد قوي على حتة الجسد دي وفي نقطة كمان مهمة قوي في الحتة دي إحنا مش بس لما كنا بناخد كلام كنا بنقول لها برافو ده كلام ربنا ونروح نجري بقى وننفذ أو نجري مثلا ونقول لكل الناس ده ربنا قال لنا كذا لأ كنا بناخد الكلام ده ونرجع ندرسه من الكتاب نرجع نتأكد هذا الكلام ده نختبره نختبره هل الكلام ده إحنا فعلا جايبينه من كلام الله هل ربنا فعلا كلمنا ولا إحنا ممكن نكون يعني إحنا بنتدخل أو إحنا بنتدخل أحيانا بفكرنا إحنا حكينا كتير في طرق الله بيحكي فيها معنا بس في طريقة بحس إنه روح القدس بيكون شوي لطيف فيها معنا بحياتنا اليومية لما يعطينا ارتياح أو انزعاج بقرارات بسيطة أنا بدي أعمل هذا القرار أنا رايح أعمله وبعدين لأنه الروح القدس ساكن فينا جواتنا بحيث إنه فيه انزعاج فيه إشي مش كامل لأنا بلف وبرجع وبعدين بكتشف إنه لا أنا ما كان لازم أعمل هاي الخطوات وهو أرشدني أني ما أعمل صح ببقى فعلا أعمل حاجة ولاقي لأ أعملي حاجة تانية وبكتشف إنه ده ما كانش الخيري ولا الصالحي والحاجة التانية تبقى الخيري ده حقيقي جدا جدا حلو كتير الكلام اللي انتو بتقولوه إنه ربنا بحب العلاقات بحب الإنسان بحب يمتواصل مع الإنسان يسمع للإنسان ويحكي مع الإنسان وربنا فعلا بيحب لأنه قال كده لذتي مع بني آدم ربنا بيستمتع جدا بالحوار معنا وإحنا بنستمتع بالحوار معنا لأنه لما بندرك قد إيه وربنا حلو قد إيه لربنا فعلا قريب مننا مش بقى بنحس بقى أنه بعيد زي ما قلنا في البداية كلامنا وان هو اكبر مننا وطبعا كبير وملوش حدود لكن هو هو اللي ادينا الحق وهو اللي خلانا نسمع ونتكلم معاه وهو بيسمعنا وبيحب يسمعنا اوي حتى وان احنا صغيرين كان اهلنا بيقولولنا كده انه ربنا بيحب يسمع صوتك ربنا بيحب اتكلم معاه وانا صغير كنت احكي لكم حاجة بسيطة بس صغير انا وانا صغير كان رحت مع ماما عشان اشتري جزمة فلقينا ولد بيئيس عند الراجل بكوتشي في زني كده قريب مني كوتشي كان بينور طبعا وانا صغير خالص في كيجيوان انا بصيت على الكوتش اللي بينور ده وهو ده انا اشتريت يعني مش عايز حاجة تاني فالكوتش اللي كان بينور ده كان بخمسين جنيه انا كنت صغير خالص في خمسين جنيه وقتها بالمصري كان كتير وانا يعني كانت ماما معاها خمسة وعشرين جنيه بس فرحت خدتني على جنب وقالتلي بص يا حبيبي انت ممكن احنا مش معانا لتمن الكوتشي ده بس انت ممكن تصلي انه ربنا يبعت الفلوس دي وينجيب الكوتشي اللي بخمسين جنيه فانا طبعا كنت مداء جدا كنت عايز الكوتشي وروحنا لان انا عايز الكوتشي ده انا مش عايز اي كوتش تاني وروحنا فوقعتنا اصلي من غير ما اما ماما تقول لي اولا حاجة انا رحت ادخلت اصلي اقول له يا رب يا رب انا عايز الكوتشي ومش فاكر قد ايه الكلام بس ماما كانت بتحكيلي انها كانت شايفاني وبصت علي وقالتلي حتى انها دموعها نزلت انه قد ايه مكتش عارفة تحقق اللي انا نفسي فيه وفي يومها بابا طبعا المرتبات كانت قليلة قوي وقتها وقال لي برضو كانوا ناس بسطة جدا فلما جي بابا من برا وبيحكي مع ماما فقال لها اسكوتي ده انا كان جالي فلوس بتاعت حد كان مش عارف كان كنت بعمله ايه فكان ليه عنده فلوس فدني الفلوس قلت له بس ده ربنا بعت الفلوس دي وبالزبط كانت تكملة الكوتشي اللي انا كانت محتاجه فروحنا طبعا جيبنا الكوتشي وانا فرحان جدا انه ربنا جاب لي الكوتشي اللي انا عايزه وكنت فعلا متأكد ومن الحادثة دي او من المعجزة اللي بالنسبة لي دي معجزة حاجة بسيطة جدا لحد دلوقتي وانا عمري عمري ما احس انه ربنا مش يسدد احتياجي صح ربنا فعلا بيسدد احتياجي لحد دلوقتي باقل باقل تفاصيل يعني لو احتياج لجنيه كنت فعلا ربنا بيسدده صح جدا هو احتياج وربنا اله بيسدد احتياجي وانا نشوفك في الاوزة واحتياجك هو مو يتأخر عليك لكن في الطلبات بيكون خارج اله اللي احنا حساسي من محتاجين له وده عيانه مش بنسمع صوته انا عايز اقول هاكي شنا هو ربنا اله بتات كلام اله بتات حديث هو بتتكلم معنا لو شفنا بأنه اول انسان هو ابونا ادم الله كان بيتكلم معه هو في جنة ربنا بيحدث معه هو طبيعي ربنا هو بيتكلم معه بتكلم حتى كاتب الابرانين بيقول انه الله في الغديم كان بيكلم عنبياء كان بيكلم ناس القديم بالانبياء وطرق كثيرة وحتى في زمان ناس حاليا مستمر كان يكلمنا في ابنه فالله ربنا بتات كلام ربنا بيكلمنا هو فانينا ويبن الفاقى بيانه ربنا كان يكلمنا لانه ابونا بدي اأكد على كلمتك الله لما خلق الانسان خلقه على صورته على شبهه يعني هو خلقنا باطباع منه نفسه احنا كائنات اجتماعية منعرفش نعيش لحالنا منقدرش نعيش لحالنا ومنحب نحكي وناخد اراء بعض ونسند على بعض هو هيك هو بيحب زي ما حكيت لذتي مع بني ادم هيك كان الكتاب المقدس ففعلا هو بيحب انه احنا ناخد ونعطي معاه ونحكي معاه وبيستمتع بيكون في قمة الاستمتاع انه اللي خلقهم خليته مستمتعة في علاقتها معاه شكرا كتير لقلكن انا عن جد كنت بتمنى الصديقي يكون قاعد هون معنا ويسمع هالكلام الحلو ويجرب هو كمان يحكي مع ربنا ويبني معه علاقة ويبقى فيه تواصل مع ربنا وانا متأكد انه ربنا ما رح يتركه لحاله رح يسمعه ويحكي معه هو كمان ويبني معه علاقة امين من الامور الرائعة جدا والمشجعة في الكتاب المقدس ان احنا بنعبد اله متكلم بيحب انه يكلمنا وبيحب انه يتفاعل معانا ولينا وعد من الرب جال خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد شيء حلو انك مش مجرد بتعبد الى عمل تكلم وهمش بيرد عليك لكن الرب بيكلمنا جماعة وهو اللي جال ودعانا هلما نتحاجج يقول الرب يعني ايه عايز يدخل معانا في حوار عايز يكلمنا عايز يعرفنا اكتر عن شخصه عن نفسه وعن هدفه من حياتنا وغرضه من حياتنا فدي دعوت الله الهنا اله رائع ومتكلم صوت ربنا بنقدر نكتشفه من امور كتيرة ناس يقول لك انا اسميح صوت ربنا ربنا كلمني عايز اقول لك على طرق بسيطة لسماع صوت الله اول شيء واهم شيء ربنا بيكلمنا من خلاله هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس اروع واوضح وسيلة اكتر شيء ربنا بيكلمنا من خلاله وعندنا كل ما نحتاجه لحياتنا ولامورنا والمعرفتنا عن الله موجود في الكتاب المقدس فكل ما نريد ان نعرفه عن الله وكل ما اراد الله ان احنا نعرف عنه موجود فالكتاب المقدس يعرفني من هو الله كتاب المقدس يخليني اسمع فكر الرب اسمع صوت الرب نمرة اتنين شيء مهم جدا لازم نميز صوت الله به هو صوت الروح الكدس الداخلي الاحساس الداخلي اللي بيدهولنا الروح الكدس وعايز اقول لك برضو عشان يكون متفقين ما ينفعش صوت الروح الكدس يتعارض مع صوت الكتاب المقدس يعني ما ينفعش تقول لي ربنا كلمني في حاجة وهي اصلا عكس المبادئ الروحية اللي ربنا كلمنا بيها فصوت الروح الكدس والصوت ده لما يمتحن في الصلاة يفضل زي ما هو ما يتغيرش يعني لما امتحنه في محضر الرب في سلام وشعر بفرح موجود زي ما هو او حاسس لا مش مبسوط في الموضوع ده الصوت مستمر مع انتحانه في محضر الرب يبا نمرة واحد كتاب المقدس نمرة اثنين صوت الروح الكدس في داخلي نمرة ثلاثة اعمال العناية يعني اعمال العناية الاحداث اللي بتحصل الظروف اللي حوالينا ابواب مفتوحة ابواب مكفولة والمؤمن الشاطر او الشخص اللي عايز يسمع صوت ربنا بجان لازم ينتبه جدا للاحداث اللي بتحصل لازم ياخد باله من كل حاجة ويرى يد الله يحرك الاحداث عشان يوصل صوته ومشيئته فمرات كتيرة جدا بنعرف مشيئة ربنا وصوت ربنا من خلال الظروف اللي حوالينا نمرة اربعة من خلال مرشدين روحيين ليهم خبرة في الحياة الروحية والحياة العملية فبيفدونا وبيكونوا باركة لينا فواحد كتاب المقدس اثنين صوت الروح الكدس اللي في داخلي نمرة ثلاثة اعمال العناية الظروف والاحداث اللي حواليها نمرة اربعة المرشدين الروحيين في الجزء اللي جاي والجزء الاخير عايز اوصل ليك فكرة مهمة خالص في اربع امور عايزك تاخد بالك منهم لو نفسك تتعمق اكتر وتتعود على صوت الرب اكتر وتميز صوته اكتر واكتر اربع حاجات انتبه واخد بالك نمرة واحد عايزك تنتبه لجلبك نمرة اثنين ذهنك نمرة ثلاثة عنيك نمرة اربعة ودانك جلبك الكتاب المقدس علمنا وجال طوبة لانقياء القلب لانهم يعاينون الله طول ما الجلب نضيف باستمرار طول ما اي خطية او ضعف او شر حاسس انه جواك بتعترف عنه على فكرة القلب النقي مش جلبه ما بيغلطش فيش جلب ما بيغلطش بس القلب النقي قلب لا يحتفظ بالشر كثيرا اول ما يحصل ضعف او غلط يجري يتوب ويعترف فدايما اللي جلبه نضيف ربنا بيكب في داخله يسكب في داخله كل فكره ومشيئته فاهتم بتنقية جلبك باستمرار جل له رب الديني قلب ناقي هرفض اي محبة غريبة هرفض اي عدم غفران او اي كراهية او اي حاجة مش بتمجد الله الجلب نمرة اثنين عايزك تصلي وتركز مع ذهنك في رسالة الرسول بوليس الاهل روميا جال تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني ايه طول ما الزهن متجدد من خلال كلمة الله الكتاب المقدس هيكون علي سهل جدا اميز وتعود على صوت الرب فجلب ناقي زهن متجدد لكن نمرة ثلاثة كمان جل له رب الديني عيون مفتوحة عايز عناها تكون مفتوحة عليك وسبت عيني عليك كل الوقت لو تفتكر بطرس لما جل الرب لو كنت انت هو مرني ان قاتي اليك ماشيا على الماء لما المسيح كان جاي ماشيا على الماء بطرس مشي على الماء الرب قال له تعالى مشي بس اول ما ابتدى عينيه تنزل من عن رب يبص على الموج وخاف وجيلك ابتدأ يغرق اول حتنزل عينك من على المسيح خلي عينيك دايما بص عليه خلي عينيك ثابت عليه ثبت وجهك على المسيح لكن الجزء الرابع اللي عايزك تهتم بيه وتركز فيه كويس جوله رب الديني ودان الديني اذان تميز صوتك اكشف عن اذاني كما كشفت عن اذان ثموئيل زمان وحرف مشيئتك وكلمته وفتحت اذان كسرين في الكتاب المقدس الودن مهم جدا عشان تسمع صوت الله الكتاب المقدس بيعلمنا اية رائعة بيقول الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة يعني ايه من كتر التدريب والجعدة في محضر الرب من كتر تنقية الجلب ومن كتر ما هانيه بتتنقى وزهنه بيتجدد يعني سابت على الرب وودانه دايما بينقيها وبيقول له رب افتحوا داني الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة للتمييز ما بين الخير وما بين الشر يمكن دلوقتي نفسك تسمع صوت ربنا في امره معين عندي سؤال بيني ما بينك يا ترى بتسمع ربنا في الامور الصغيرة زي ما بتحب تسمعه في الامور الكبيرة يا ترى عايز ربنا في الامور البسيطة هعمل ايه هروح ازاي هجول ايه همشي ازاي هتصرف ازاي زي ما انت عايز في الهجرة والارتباط والشغل والصفر وي 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 نفسي يكون منهج حياتك شخص بيحب يسمع صوت الله شخص دايما بيستشير الله وصدقني مفيش حد لجأ لي وكسفه الرب مفيش حد لجأ لي ولغبط او عك او او ميشي في سكة غلط هيفضل عينه عليك ويجول الكتاب كده ان الرب تسمع صوت من خلفك قائلا هذه هي الطريق اصلك فيها بصلي من كل جلبي ربنا يكشف ليك عن اللي في جلب ويوضح ليك ما شئته اكتر واكتر والهدف ادخل للرب وانت غرضك هو مش بس اللي هتاخده منه مش بس ما شئتك في ده وما شئتك في ده وانت في علاقة معه ربنا يكشف الاسرار اللي في جلبه ليك وتعرفه اكتر واكتر ربنا يبركك يفتح اذانك ينقي ويجدد ذهنك وقلبك وفي اسم المسيح تكون من المستمعين والمستمتعين لصوت الله ربنا يكون معاك ويبركك في اسم المسيح شكرا للمستمعين ربنا يشلف شكرا للمشاهدة